اشتركوا في القناة يقول الله صدق عبدي لا إله إلا أنا ولي الملك ولي الحمد يقول العبد لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله يقول الله تعالى صدق عبدي لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي قال عليه الصلاة والسلام من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار وفي حديد شداد بن أوس وأباد بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم يوما ارفعوا أيديكم فرفعوها فقال قولوا لا إله إلا الله فرفعوا أيديهم وقالوا لا إله إلا الله فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله اللهم بعثتني بهذه الكلمة ووعدتني عليها الجنة وإنك لا تخلف المعاد ثم وضع صلى الله عليه وسلم يديه وقال ابشروا فقد غفر الله لكم كل هذا من التمكين لأهل لا إله إلا الله في الدنيا وقال صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه في الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه وقال عليه الصلاة والسلام كما في مسند البزار بسند حسن أنه صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله كلمة كريمة على الله ذات مكان من قالها صادقا أدخله الله بها الجنة ومن قالها كاذبا حقنت دمه وأحرزت ماله وإن لقي الله غدا حاسبه فحتى من يقولها كذبا تحرز ماله وتحقل دمه وإن كان لا يعد مؤمنا والمقصود من هذا أيها المباركون بيان عظيم وفضل هذه الكلمة المباركة هذا كله ما ورد من فضلها في الدنيا أما ما ورد من فضلها في الآخرة فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سيخلص رجلا من أمة على رؤوس الخلائق ينشر له تسعة وتسعون سجلا كل سجل مد البصر فيقول الله جل وعلا له يا عبدي أتنكر مما ترى شيئا أظلمك كتبتي الحافظون يقول لا يا رب فيقول الله عز وجل ألك عذر فيقول لا يا رب فيقول الله عز وجل أما وإن لك عندنا بطاقة فيقول أي رب فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فيقول أي رب وما تغني هذه البطاقة أمام هذه السجلات فتوضع السجلات في كفة ولا إله إلا الله في كفة فتثقل البطاقة وتطيش السجلات ولا يثقل مع اسم الله شيئا تطيش السجلات اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر